موسيقى موجز الأخبار من المحور أهلا بكم وافق الاتحاد البرلماني الدولي على استضافة مصر مكتبا إقليميا للاتحاد البرلماني الدولي بالمنطقة العربية وذلك خلال انعقاد الجلسة الختمية للمجلس الحاكم للاتحاد البرلماني الدولي في إطار أعمال الجمعية 145 للاتحاد البرلماني الدولي والمنعقدة في العاصمة الرواندية كيجالي وأكد رئيس مجلس النواب المستشار الدكتور حنفي جبالي خلال مداخلته في تلك الجلسة أن مصر تعتز وتفتخر بانتمائها الإفريقية مضيفا أن مصر ستعمل من خلال هذا المكتب أيضا على تقديم كافة أشكال الدعم للبرلمانات الإفريقية الشقيقة وهو ما سيجعل من هذا المكتب الإقليمي جسرا للتعاون البرلماني العربي الإفريقية وامتدادا لجهود الدولة المصرية الرائدة عبر تاريخها من أجل تحقيق التكامل العربي الإفريقية أكد وزير الخارجية سامح شكري ونظير الهندية عمق علاقات التعاون التي تربط بين البلدين في شتى المجالات جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي المشترك الذي عقده الوزيران اليوم في ختام مباحثاتهم الموسعة التي تنوالت تبادل الرؤى تجاه الملفات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك ورحب وزير الخارجية بزيارة نظير الهندي إلى مصر خلال فترة هامة تشهد فيها طفرة بالعلاقات التاريخية التي تجمع البلدين مشيرا إلى نعقاد اللجنة الاقتصادية المشتركة حيث زادت حجم التبادل التجاري بمعدل 40% وموضحا أن الزيارة تأتي في ظل مرور 75 عاما على انطلاق العلاقات بين البلدين ورغبتهم المشتركة في تحقيق الأهداف التنموية شهد رئيس أركان حرب القوات المسلحة الفريق أسامة عسكر بيانا عمليا لأنسب اسلوب لتنفيذ أعمال التأمين الكيميائية للقوات على كافة المستويات لأحدى تشكيلات المنطقة المركزية العسكرية وذلك باستخدام أحدث أسليب التأمين الكيميائي المتطورة وذلك في إطار خطة التدريب القتالي لتشكيلات ووحدات القوات المسلحة وأشهد رئيس الأركان بالأداء الراقي للعناصر المشاركة في تنفيذ المهام كما ناقش عددا من القادة والضباط المشاركين بالبيان في الإسلوب الأمثل لتنفيذ كافة إجراءات البيان مطالبا إياهم بالحفاظ على المستوى المتميز والكفاءة القتالية العالية لتنفيذ كافة المهام التي توكل إليهم أوضح وزير المالية الدكتور محمد معيت التزام مصر بتحقيق التوازن بين السياسات المالية ومساندة الأنشطة الاقتصادية والاجتماعية لتعزيز هيكل الاقتصاد الكلية والحفاظ على المصاري الاقتصادي الآمن للدولة بحيث يكون الاقتصاد المصري أكثر تنوعا ومرونة وقدرة على مواجهة الصدمات العالمية المتشابكة نتيجة وباء كورونا وتدعيات الحرب في أوروبا جاء ذلك خلال لقائه مع ممثل مؤسسة فيتش وبنكي باركريز وستاندارد تشارتيرد على هامش مشاركته في اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين بواشنطن تابع وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الدكتور عاصم الجزار مع مسؤول الوزارة الموقف التنفيذي لعدد من المشروعات الجارية بمدينة أكتوبر الجديدة وفي مقدمتها الوحدات السكنية بمشروع المبادرة الرئاسية سكن لكل المصريين بالمدينة وأشار وزير الإسكان لأن المدينة تتحظى بعدد كبير من وحدات المبادرة الرئاسية سكن لكل المصريين وهناك متابعة مستمرة لنسب التنفيذ لافتا لأن تكلفة مشروعات المرافق الجارية بمدينة أكتوبر الجديدة تجاوزت 7 مليارات جنيها والتي تتضمن مشروعات الطرق والكهرباء والمياه والصرف الصحي والغاز الطبيعي والاتصالات كما أنه جاري حاليا تنفيذ محطة محاولات كهرباء ومحطة رفع المياه يواجه فريق النادي الأهلي في تمام السادسة مساء اليوم على استاد الأهليوي السلام نظيره فريق الاتحاد المنسترية وذلك في إياب دور الـ 32 لدور أبطال إفريقيا وكان النادي الأهلي قد حقق فوزا سمينا على الاتحاد المنسترية بهدف دون ردة في ذهاب دور الـ 32 من دور أبطال إفريقيا ليضع قدمنا في دور المجموعات قبل مباراة الإياب في القاهرة